فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حالة البرد الشديد في الحج وقبل التحلل الأول في حالة البرد الشديد في الحج وقبل التحلل الأول إذا وضع الفروة أو المشلح على كتفيه فقط دون إدخال يديه في الأكمام لا بأس حتى لو ما هو برد يجوز أنك تطرح الفروة يجوز تطرح الثوب عليك ولا تلبسه لبس ما خالق نعم